بالتحديد خلال آخر 48 ساعة تغيرات كثيرة جدا بتحصل في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في إطار تطوير هذه المنظومة اللي شاهدت عدد من الأخطاء الكارثية على مدار فترة كبيرة جدا فاتت تأثر بها النادي الأهلي وتأثر بها الكثير من الأندية في الدوري المصري لكن الأكثر تأثرا هو النادي الأهلي بسبب أهداف حقيقة لغت بسبب أخطاء كثيرة جدا كانت واضحة ومؤثرة في مختلف المنورات بالنسبة لنادي الأهلي فبالتالي خطوات اتخذت الخطوات دي اتخذت إمتى؟ عشان ده سؤال مهم ولازم الناس تبقى فاهمها الخطوات دي اتخذت بعد قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي وبعد طلباته اللي طالب بيها بشكل مباشر من اتحاد الكرة اللي قال فيها يا جماعة احنا عايزين نشيل لجنة الحكام وعايزين نحقق مع محمود عشور كأنتوا يعني تحققوا كالمسؤولين في اتحاد الكرة وتقولوا لنا النتائج دي وبناء عليه الأهلي كان قيل لك إيه قيل لك لو دول ما تنفذوش يا جماعة فانا ليه الحق بقى انا ما شاركش في اي بطولة تخص اتحاد الكرة بالتحديد يعني بطولة كاس مصر وبطولة السوبر فالأهلي شافوا ندع حقه والتحاد نفسه أقر بقى حقية النادي الأهلي ازاي بعد ما أرسل مبارح خطاب رسم للنادي قالوا يا جماعة احنا فعلا خلاص زي ما انتم معرفتم لجنة الحكام مشلنا الكابتن عصام عبد الفتاح مرحلة كانت صعبة جدا على الكرة المصرية وجبنا كلاتنبرج تمام في نفس الوقت في تحييمة عمضة عشور بس احنا مش هينفع نقول نتائج التحقيق طبقا لللايحة اللي احنا بنمشي بها داخل الاتحاد والمتعرف عليه داخل الاتحاد دايما اي عقوبة على اي حكم ما بيتمش الاعلان عنها لكن خلينا نقول لحضراتكم وزي ما قلت لكم انبارح ساعد بالتحديد ده مخرج الخطاب للنادي الأهلي من اتحاد الكرة قلت لكم ان ترقبوا عدم تواجد الكابتن محمود عشور في اي مباراة بالتحديد خلال الفترة المقبلة الاسبعين اللي جايين لا كاس ولا دوري نتيجة للخطأ الكارسي اللي حصل سبب بقى الكابتن محمود عشور هو سبب فيه الناس بتوع الكاميرات ايا كان مين سوى خطأ كارسي حصل بإلغاء هدف بيرسيتاو في موراة فاركو فلازم كان يبقى فيه عقاب العقوبات ما كانش بيبقى موجودة أيام كابتن عصام فتاح اللي كان دايما بيساند حكامه بشكل مبالغ فيه وما كانش بيعرفهم أخطأهم وكان بيعني بيشجحهم على اختكاب الأخطاء بعدم اعترافه بالخطأ ده انت الوقت ما تيجي تقول لي عملت حاجة غلط ناسا تيجي تقول لي برافو عليك انت زي فل هغلط تاني وثالث وعشر وحفضل أغلط ومش هتطور من نفسي ده لكن بيحصل أيام كابتن عصام فتاح لكن من الوضح ان في مرحلة كلاتنبرج الامور هتتزبط بشكل كبرجد والمؤشرات كلها بتقول كده هتقول لي ازاي هقولك النهاردة تقدم السيد مراد المشرف على تقنية الفار في لجنة الحكام باستقالته بشكل رسمي ودي جزء هي مهمة تدل على ايه تدل على ان فيه فعلا تغيرات حقيقية هتحصل في لجنة الحكام في سبيل التطوير وبهدف تطوير حكامنا وبهدف تطوير منظومة التحكيم في مصر فدي كلها مؤشرات إيجابية ممكن الناس بقى أنا ساعد بلاقي كده مثلا الناس تقولك طب يعني احنا استفدنا هتعددنا ماتش يعني لا ماتش خلص وعدة والأهلي خسر نقصتين وكل حاجة حصلت لكن في نفس الوقت فيه مكاسب تحققت بعد بيان نادي الأهلي وبعد طلباته المكاسب دي مش الأهلي بس لصالح الكرة المصرية كلها عشان نشوف مستوى تحكيمي يليق بكرة القدم المصرية صاحبة التاريخ الكبير وبالدوري المصري من أقدم الدوريات في المنطقة فده مهم جدا ودي حاجة احنا كنا نتمنها كمصريين مش باتكلم كأهلوية وانا واصل كل السقة بمختلف الانتماءات بمختلف الانتماءات وده من المفترض يعني ان اي حاجة من الأخبار اللي زي دي اللي بهدفها اللي تقولك واخلي بالكم برضو عشان هنا في حاجة مهمة لازم نفرق ما بيننا احنا مش بنشكك في نزاية حد أبدا انا على المستوى الشخصي عمري ما هشكك في نزاية حد أبدا مستحيل دي الاستقالة طبعا بتاعت السيد مراد المشرف على تقنية الفر السابق بلجنة الحكام عمري ما هشكك في نزاية حد أبدا لكن في نفس الوقت هتمنى وارغب دايما في التطوير اي حد عايز يشوف مستوى تحكيم افضل لحكامنا المصريين اكيد هيتابع بشكل كبير جدا التغييرات اللي بتحصل في اللجنة وبالتالي هيحس ان فيه خطوات بتتاخد بالمناسبة وارد الرجل كلاهتنبرج داي يكون موفق وارد ما يكونش موفق هشقول معنا كده ان الدنيا هتنجح تبقى زي فل لكن ان شاء الله بإذن الله فيه مؤشرات وفيه عوامل وقرارات التوخذات بشكل رسمي زي النهاردة مثلا سواء بقى هي إقالة أو استقالة هو واضح ان هي استقالة لكن المهم ان الخطوات دي تنجح ونتمنى ان هي تحقق الهدف المنشوط بتطوير منظومة التحكيم داخل مصر بعد عصر كان صعب جدا 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 على كل اندية الدوري المصري تقريبا حوالي 17 نادي من 18 قدموا شكاوي 17 نادي من 18 قدموا شكاوي إذن القرارات اللي بتحصل دي مردية لكل الاندية أو معظم الاندية دي فده أمر مهم جدا لصالح كرة القدم المصرية وطلبات النادي الأهلي الناس اللي تقول لك كده كده الطلبات كانت مش عارفها تتعامل أصلي كده كده مش عارفها سيدي أديك شايف الطلبات لحد النهاردة بتنفذ لحد النهاردة مش عشان الأهلي قوي بس ولا عشان الاتحاد الكرة ضعيف ولا عشان كان مدلع عشان هو ده الصح عشان الأهلي كان عنده حق في طلباته عشان فعلا فيه أخطاء وكوارث في التحكيم المصري فعشان تشوف مستوى أحسن من كده كان لازم القطوات دي تتاخد وما كانتش هتتاخد من خلال أي نادي تاني غير عن طريق نادي كبير وقوي زي نادي الأهلي برضو مش معنى كلامي أنه بقول اتحاد الكرة ضعيف لأ اتحاد الكرة حاجة تحسب له أنه شايف أن الأهلي عنده حق وبناء عليه خد خطوات التصريح فصل